في إطار مشاركة المصريين بالخارج في مبادرة أسلق الطيب للمساهمة في مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية هاني كمال وهي مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت وقدمت المؤسسة دعما كبيرا لعدد من القرى التابعة للمشروع القومي للتنمية وتطوير الريف المصرية وخلال اللقاء أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في المبادرة الرئاسية الوطنية بما يعكس الاستجابة السريعة للمشاركة في مشروع حياة كريمة ورغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي للأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة